أكد وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري الحرص التام على بذل الجهود والتسهيلات كافة وتوفير الفرصة الكاملة للإعلاميين لنقل الحدث الديمقراطي أمة 2024 سواء عبر خدمات المركز الإعلامي للوزارة أو توفير البيانات والمعلومات التي تفيدهم في أداء مهامهم وشدد الوزير المطيري خلال ابتتاحه المركز الإعلامي المصاحب لانتخابات مجلس الأمة على حرص الوزارة على استضافة عدد من الإعلاميين والصحفيين من مختلف أنحاء العالم لنقل الصورة الحقيقية لسير العملية الانتخابية بكل شفافية إلى دولهم وتعريفهم بالمسيرة الديمقراطية الكويتية على مدى أيام متواصلة كثفت وزارة الإعلام جهودها بمختلف الكوادر الفنية والهندسية والإدارية استعدادا لتغطية إعلامية متميزة لانتخابات مجلس الأمة 2024 استعدادات الوزارة حظيت باهتمام كبير ومتابعة حفيثة من وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري للخطة المتكاملة لتغطية الانتخابات حيث أعرب عن التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل والتسهيلات للإعلاميين لتغطية الحدث الديمقراطي سواء من خلال خدمات المركز الإعلامي للوزارة أو توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجونها في أداء مهامهم وخلال افتتاحه للمركز الإعلامي المرافق لانتخابات مجلس الأمة أكد الوزير المطيري أن الوزارة حريصة على استضافة عدد من الإعلاميين وصحفيين من جميع أنحاء العالم للقل الصورة الحقيقية للعملية الانتخابية بشكل شفاف إلى دولهم وتعريفهم بالمسيرة الديمقراطية الكويتية وبعد افتتاح المركز قام الوزير المطيري بجولة تفقد خلالها استيديوهات الوزارة ومراكز العمل في مختلف القطاعات والوقوف على مدى جهزيتها واستعدادها الكامل لمواكبة هذا العرس الديمقراطي ونقله بالصورة التي تليق بعراقة الإعلام الكوتي واحترافيته وزارة الإعلام بكل قطاعاتها وكوادرها تضاعف الجهود وتسابق الزمن لتسخير الإمكانيات والطاقات كافة بغية ضمان تغطية وافية ومهنية عالية للحدث الديمقراطي الكبير المتمثل بانتخابات المجلس الأمة 2024